عبر الأقماص صنعية مرسل أخبار الآن محمد الحراني من هناك محمد قبل قليل كنا عرضنا تقريرك عن رحلتك إلى حيث تحديداً وما وثقته من هناك ما الشيء الذي لم يتهر على التقرير أو ربما ما لمسته هناك من محاولات داعش الانتحارية وبالتالي إحباط القوات المعارضة لمحاولاتها نعم خديجة مساء الخير هذا التقرير هو الأول من سلسل التقارير سيتم عرضها لاحقاً عن بلدة حيط المحاصرة من قبل تنظيم داعش هذه البلدة المحاصرة منذ عدة أشهر من هذا التنظيم من كافة المحاور حيث أغلق التنظيم كافة الطرق المؤدية إليها بعد سيطرته على بلدة سحم الجولان وبلدات تسيل وعدوان وبلدة جلين اليوم بلدة حيط تعاني حصار خانق من قبل تنظيم داعش حيث أيضاً قام تنظيم داعش بقطع المياه عن هذه البلدة يقوم أهالي البلدة بالعبور إلى أسفل وادي اليارموك متعرضين للخطر من قبل قناصات داعش حتى يحصلوا على الماء وهي مياه ملوثة هناك أيضاً أهالي حيط يعتمدون على الزراعة اليوم كافة الأراضي الزراعية في بلدة حيط هي معرضة للإطلاف خاصة ونحن الآن في موسم الصيف وهو موسم زراعي بالنسبة للفلاحين الموجودين داخل بلدة حيط هذه المشاريع الزراعية أيضاً تعرضت للإطلاف بسبب حصار تنظيم داعش وعدم قدرة الأهالي على إخراج المواد الزراعية إلى خارج بلدة حيط لعرضها في الأسواق هناك حصار حقيقي ومعاناة إنسانية داخل هذه البلدة من قبل تنظيم داعش أما بالنسبة للموضوع العسكري والجامع العسكري في هذه البلدة بلدة حيط عملت على تشكيل غرفة عمليات صد البغاء هذه العمليات تضم كل فصائل الجيش الحر المتمثلة في الجبهة الجنوبية لصد تقدم التنظيم الذي حاول مرات عدة اختحام هذه البلدة بالمفخخات بالقناصات بعمليات التسلل وربما أيضاً عن طريق انتحاري من عناصر التنظيم حاولوا الدخول إلى هذه البلدة حيط هي منطقة صغيرة تقبع في غربي محافظة رعا في منطقة حوض اليارموك التنظيم داعش يسعى للوصول إليها حتى يتمكن للوصول إلى بلدات عدة كبلدة الشهاب كبلدة مزيريب بلدة عموريا ويود أن يقطع الوادي اليارموك هذا الوادي الذي يقع عليه سد الوحدة هذا سد الوحدة الخزان المياهي الوحيد في المنطقة الغربية لمنطقة حوض اليارموك من المياه التي كانت تمر من هذا الوادي هذا بالنسبة للوضع الإنساني والعسكري في بلدة حيط خديجة ماذا بالنسبة للتطورات على الأرض سمعنا بأن هناك شبكات كانت ما بين المعارضة وأيضاً قوات الأسد في حي المنشية ماذا جرى بالتحديد خديجة في حقيقة الأمر منذ بداية قرار وقف اطلاق النار لم تهدأ الاشتباكات في حي المنشية ولكن هي كانت متقطعة غير على عكس ما كانت على سابقها من الأيام قبل قرار وقف اطلاق النار المعارضة قالت لنا صباح اليوم أنها تلاحظ عمليات عسكرية لقوات النظام استخدم تعزيزات عسكرية إلى نقاطه المتاخمة لحي المنشية هناك أيضاً قالت المعارضة أن من بنود قرار وقف اطلاق النار هو عدم استقطاب نظام تعزيزات عسكرية عدم عمليات تدشيم عسكرية عدم تعزيز النقاط العسكرية الخاصة به النظام يقوم منذ بداية اليوم على تعزيز نقاطه في حي المنشية وأيضاً استقطاب تعزيزات جديدة ومنها الميليشيات الإيرانية المعارضة تقول نحن نقوم بالرد على هذه التعزيزات ولكن الاشتباكات هي اشتباكات متقطعة غير متواصلة أخف وطيرة من سابقاتها قوات النظام تقوم بالرد على حياد البلد دائماً بالقذائف الهاون وقذائف المدفعية حيث اليوم سقط ثلاث قذائف هاون عيار 120 ملي أيضاً وفي الأيام السابقة كانت هناك صواريخ الإقراد وأيضاً القنابل المتفجرة محلية الصنع كاستوانات الغاز أيضاً كانت قوات النظام تقوم بإلقائها على حياد درعة البلد الجدير بالذكر خديجة أن درعة البلد كانت قبل قرار وقف اطلاق النهر تشهد عمليات عسكرية ممنهجة وعنيفة ما بين قوات النظام وقوات المعارضة ضمن غرفة عمليات البنيان المرصوص أشكرك جزيلاً محمد الحراني مرسل أخبال الآن كنت معنا بلالخماص تنعية من درعة